السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت هو المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك من القناة وتفعيل زر جرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد تكلمنا بفيديوين سابقين كيف استخدم هاف وهاز في اللغة الإنجليزية وتحدثنا كيف أنفي هاف وهاز في هذا الفيديو كيف أشكل سؤال بهاف وهاز الفعل يملك تابع معي نهاية الفيديو في نهاية الفيديو هناك الكثير من التمارين من خلالها أتقن تشكيل السؤال بفعل ملك هاف وهاز كما نعلم الضمار لدينا سبع ضمار بحالة الفاعل يعني تأتي في بداية الجملة I, he, she, it we, you, they كما نعلم I I نستخدم بعدها هاف he, she, it نستخدم هاز we, you, they بعدها هاف كما قلنا هاف يملك وهاز يملك لكن أثناء تشكيل السؤال he, she, it نضع قبلها does ونترجم does بهل وأيضا I قبلها do وعدنا we, you, they نستخدم قبلها do إذن بل مختصر he, she, it نضع قبلها does I we, you, they نستخدم قبلها do ونترجم do أيضا هل وdoes هل لكن أستاذ شو الفرق ما في فرق فقط قواعديا have وhas بمعنى يملك وأيضا do وdoes بمعنى هل لكن مع he وshe وat يستخدمون does أيضا إذا كان مفرد يعني بداية الجملة مفرد إذا كان جمع يستخدمون do we, you, they أيضا do لكن انتبه لا أستطيع أن نقول does he has إذن يجب أن نحذف has ونستبدلها ب have لماذا يا أستاذ قاعدة يعني تصبح does he لنقول has does he have a car يعني هل لديه سيارة does he have a car هي أصلة جملة he has has a car يعني هو لديه سيارة أو هو يملك سيارة أثناء تشكيل السؤال فقط وضعنا does في بداية الجملة أن ترجمها هل هي نفسها لكن الـ ه كبير لماذا دائما بداية الجملة يكون حرف كبير مثل عندنا does أيضا هي فقط أول الجملة يعني أول كلمة نضع حرف كبير تصبح does he وهاز استبدلناها بhave لا نستطيع أن نقول does he has نحفظ الرصم does he have a car تصبح هل هو لديه سيارة هل هو عنده سيارة هل هو يملك سيارة إذن ننتبه لتشكيل سؤال فقط نضع do و does قبل الضمير والرجع has نحذف نضع have يعني بدائما بحالة السؤال دائما نستخدم have بحالة السؤال لا نستخدم has إذن ننتبه لهذه الملاحظة مثل هذه الجملة he has أكار أثناء السؤال استبدلنا has به لماذا يا أستاذ قاعدة لأن دائما بعد does نستخدم بعدها مصدر فعال ملك مصدر فعال ملك هو have لأنه does هي فعل مساعد ساعدنا تشكيل السؤال لا نستخدم بعدها has does he have يعني هنا he في s لا نستخدم does he has أو تريد تحفظها خلاص بصلا does he have does she have does it have do I have do we have do you have do they have بهذا الشكل she has a ticket هي لديها تذكرة ticket تذكرة نريد أن نشكل سؤال كما قلنا he she at نضع قبلها يعني في ذات الجملة does I we they نستخدم قبلها do لاحظ she عند هذا نستخدم does نكتب she كما هي does she has رجحها إلى have كما قلنا بعد does لا نستخدم نقول has نستبدل has به تصبح does she have a ticket ونضع علامة استفهام question mark question mark يعني علامة استفهام does she have a ticket هل هي لديها تذكرة هل هي تملك تذكرة هل هي عندها تذكرة هذا الشكل فقط وضع does نترجمها ب هل she كما هي بدنا عن هز استخدم هاف لماذا يا أستاذ لأنه does فعل قوي فعل مساعد بعدها يأتي الفعل بصيغة المصدر مصدر فعال ممكن نحفظه have أو نحفظه بشكل بصم does she have الأفضل اتكت أثناء الإجابة يام يكون yes نضع بعدها كما فلسطوب أو no كما فلسطوب دائما أثناء السؤال أقلب أول كلمتين فقط يعني does she تصبح yes she does أقلبهم لاحظ does بالأول she بالثاني أثناء السؤال تصبح she does قلبتها yes she does يعني يعني نعم هي تملك نعم هي لديها تذكرة no she عدنا does أضع عليها not أو اختصرها doesn't no she doesn't كلا كلا ليس لديها تذكرة هذه الجملة أريدنا فيها they have cats هم لديهم قطات أثناء السؤال فقط أضع do في بداية الجملة do وترجم do ب هل أضع they كما هي لاحظ ت حرف كبير لأنه بداية الجملة لاحظ هذا ت حرف كبير وهذا small letter يعني في زائدة هنا إذن نضع لاحظ small letter لأنه بداية الجملة هنا capital لكن هنا حرف صغير لكن d لازم يكون حرف كبير do they نكتب have كما هي do they have cats هل هم لديهم قطط وننهي الجملة بي question mark علامة استفهام do they have cats هل هم لديهم قطط أثناء إجابة كما قلنا يمكن yes كما يعني فاصلة no أيضا كما فاصلة كما قلنا نقلب دائما وأبدا أول كلمتين أثناء السؤال نقلب do they تصبح yes they do no they don't إذن كمان نعلم do not اختصرها إذن دائما not بدل حرف O أضع بصرف T بهذا الشكل إذن تصبح don't do they have cats هل لديهم قطط yes they do نعم لديهم no they don't كلا ليس لديهم لدينا هذين التمرينين نريد نختار الكلمة الصحية بين أخوات does it لاحظ مع it نستخدم does دائما ترجم does بداية الجملة هل does it هل هي لاحظ بعد does لا نستخدم هذ إذن نستخدم have تصبح does it have لا نقول does it has يعني فيه عندنا s وأيضا s هذا خطأ إذن does it have هل هي لديها نحصد بيه غير عاقل يعني غير الإنسان مثلا the cat the car طبعا الحسب عندنا الضمير big eyes إذن عيون كبيرة هل لديها عيون كبيرة القطة نقصد بها الثال إجابة does it دائما يكون بداية الجملة كما قلنا نقل بهم yes it لدينا does نجيب ب does يعني دو خطأ إذن does تصبح yes it does نعم لديها نقصد بها الضمير it does it have big eyes هل لديها عيون كبيرة yes it does لاحظ do does يجب أن نجيب ب does إذا لا سترع نقول no he don't هذا خطأ إذا إجابة no he doesn't لماذا لأنه عدنا does إذن بهذا الشكل تحدثنا عن كيفية تشكيل سؤال مع have و has كما قلنا I we they نستخدم معها do نضع في بداية الجملة وهي شيئة نستخدم معها does ونترجم do وdoes ب هل دائما بعد does he نستخدم have does she have does it have أيضا إذا كان عدنا اسم مفرد نستخدم does الإسم المفرد have إذن هذا خطأ ودائما أثناء السؤال نقلب مثلا does he تصبح no he doesn't نقلب فقط أول كلمتين ونترجم does ودو ب هل أسمعنا قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لعيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا